السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع توظيف المكتسبات إذن دعونا نبدأ الوضعية الأولى يمثل الجدول التالي عدد القصص التي وزعها فريق المطالعة بمدرستنا على التلاميذ بمناسبة إسبوع المطالعة أنا أقرأ أنا أحيا أولاً أتأمل الجدول وأتم فراغاته الوضعية الثانية لتشجيع التلاميذ على المطالعة خصص المدير والمعلمون 98 ديناراً لشراء مجموعة من القصص والمناجد التالية جوائزاً للمتميزين أولاً أحسب ثمن القصص ثمن القصص 48 زائد 27 يساوي 75 ديناراً ثانياً أحسب ثمن المناجد ثمن المناجد 46 زائد 65 يساوي 111 ديناراً ثالثاً أحسب ثمن القصص والمناجد ثمن القصص والمناجد 75 زائد 111 يساوي 186 ديناراً رابعاً هل يكفي المبلغ لشراء كل الهدايا؟ لا لا يكفي المبلغ لشراء كل الهدايا لأن 186 أكبر من 98 90 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر